أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَيُّهَا الْخَيْرَ لَعَلْكُمْ إن شاء الله بفيديو اليوم هيك راح تشوفوا يعني من أول ما فقت لنهاية اليوم كان عندي شغلة كتير أنه لنهاية هالفيديوهات وكمان يوم السبت كان أختي أم مصطيفة عزمتني رحت لعندها فلما عزمتني قلت له زي ما جيتي ما رح أجي آلأ بجي يعني فإن شاء الله بأرض هالجمع رح تجي لعندها هي لما رحت لعندها ما صورت يعني ما حبيتها لأنه أصور الصراحة يعني لأنه رحت متأخرة وعرفتوا علي ووصلت عند الأدان وما حلبة هيك أنه العالم عاستنوني وهيك أخوي وأختي وجوزة وهيك وأنا أطالع التصوير أصور حسيت أنه ما حلبة أبدا فهي إن شاء الله بأرض الجماعة رح تجي لعندي فمتل ما شايفين يا صبايا هنا أول ما فقت فاي أبكير كتير لأنه عندي طلع على البازار وعندي شغلة كتير بالبيت أول شي يعني عملته نشرت الغسيل طرعته من الغساري كنت حيططه بالليل قبل ما أنام نشرته خلصت منه وهيك لميت البيت وبعدين جيت كمان كنت قبل بليلي كمان حيلي عندي شرائح الصدورة صدورة الدجاج يعني حلاتهم من الفريزة أنا بغسلهم وبحطهم بالفريزة بطالهم بغسلهم هيك يعني كم غسلة وبتبلهم فإن شاء الله تلح علي خليني عندي طلع على البازار قلت يعني لميت البيت كله ونشرت الغسيل وجيت على المطبخ عملت تابلت تبعية الشاورمة حطيت متل ما شفتوا لبان حطيت دبس من الدورة توم وزيد زيد نباتي وحطيت فابريكا والبهارات أي نوع بهار بتحبوه حطولها يعني ما بيأثر ايه وبعدين متل ما شايفين يعني جبت يمكن بقولولهم هدول فيلي ما بعرفش بقولولهم مهم انه صدورة الدجاج جبتهم هيك وبلجت يعني تابلهم فتبلتهم عبكير قلت الحالي للمسا بتشربوا من التابلة يعني يعني بيأخذوا هيك يعني طعمي طيب يعرفتوا علي كل ما طولوا بالتابلة كل ما كان أحسن يعني هلأ هيك حطيتهم متما شايفين غطيتها وشلتها حطيتها هيك بالبراد لقبل الأفطار بتقريبا ساعة ونصفة طالعهم هلأ متما شايفين يا صفايا طلعت لكم على هالبازار وضربت عيني على البقلي وأخيرا شفت البقلي يعني أنا كتير رحبلت لكم البقلي بقلب الفتوش فجبت هيك من البازار شغلات لازمتني يعني جبت آلة سلطة بقلي خس بصل أخضر موز فريز دائما بحب إنه يكون عم تواجد عندي موز وفريز وتفاح مشان إيش مشان لأنه أولادي بطلبوا مني الكوكتيل يعني أكتر من الأكلات وأكتر من الأكل حتى يعني عندي ابني حمودة ما بقول له كوكتيل بقول له كوكتيل فوقت اللي بفيق الصباح بقول لي عمليلي كوكتيل كتير بحب الكوكتيل يعني فمشان هيك بحب دائما يعني كل طلع على البازار أجيب قارة كوكتيل هلأ هوني متما شايفين بلشت هيك كلهم أطبقهم مشان أحطهم بالبراد هلأ فيه شغلي صبايا أنا البنادورة ما كل الأيام بغسلها هي والخيار بس الشغلات اللي مثل التفاح الشغلات اللي بمدوا إيدهم عليهم للأولاد بياكلوهم هدول الأكتر الشي بغسلهم يعني وهوني شايفيلي على هالبقت البقلي يعني يا بدا ينزلوا بقت بقلي هالكبر كبرى يا ما بدا ينزلوا طاول يعني هلأ أنا لازمني بقلي بس مو بها الكمية هاي ممكن لوقت ما خلصها بتخرب يعني فما عبيعوا هيك البقى كلها بعشر ليرات فأخدت بقى جبت هوني كماني العصير هاد اللي فرجتكن يا اللي مناضة اللي قلتول يصورينها يا وجبت عطون زيتون شعيرية هدول الشغلات الناقصتني يعني والله وكيلكم نشقد يعني بقول ناقصتني شغلاته أنا بروح على السوق وبرجع بحس حالي يعني لسه ناقصتني شغلات كتير وبنسه غلا هاي التفاحة جبتها وحدة لأنه كان دايزلي مع الموز يعني تقول لي يعني يحط الموزة قلت له لا حط لي التفاحة يعني بدل الموزة هلأ هون جيت بقى متما شايفين بدي أغسل هلأ أنا برمضان صبايا مو بجيب بالكترة بقى دونس ونعناع ووصل وخاس بحفظن هيك بهاي الطريقة يعني بغسلن أنا هي غسلة أولية يعني بس إذا فيهم حشرات هيك بغسلن يعني غسلة منيحة وحتى لما بطالعن من البراد برجع بغسلن متل عادي يعني فبحفظن هيك بهي الطريقة إذا ما عندي جرايد أنا بالعاضي بلفهم بجرايد بروحوا معي عشرة أيام ما بصلن شي ولا بتغير لونهم بس إذا ما في جرايد هيك بحط بقلب هي العلبة لبلاستيك المحارم تبعوت المطبخ وبحط فيهم الورائيات وخلاص بحطهم بالبراد هلأ هون جيت متما شايفين بدي أساوي هذا الحلس سريق حطيت تقريبا كاسة ونص سنين نيعا كاسة ونص طحين رشة ملح مع الأصغيرة خميرة مع الأصغيرة بيكن بودر مع لقطين سكر ومتما شايفين يا صبايا ربع كاسة زيت وحليب هون حطيت يعني تقريبا كاسة ونص حليب لزمني كتير كتير هالحلة سهل وسريع ورح أكتب لكم مكونات إذا بتحبوا تجربوها للي بحب نوعية من القطايف هاي هيك كتير قريبة على طعمة القطايف اللي ما عندها مثلا طويتي فال ما بتقدر تعمل القطايف بالبيت يعني فصدقوني واش قد بعمل القطايف أنا نحن الكبار بنحبهم بس عندي حمودة وأميرة مازي هاي بحبوهم فهدول أكلوهم عن جد يعني أنا عب بعمله هيك عب بعمله الحلو قاليته وخلصت يروحوا يجوا يأكلوا للمساء ما شاء الله يعني في صينية في حالة أكلوا هلأ هون يعفتهم تقريبا أربعين دقيقة ليتخمروا مع بعضهم هيك غطيتهم حطيتهم عجنب وجيت هيك بعد أربعين دقيقة بلشت هيك أرق العجينة هاي العجينة مت ما شافيني صبايا برقها تقريبا أقل من نص سانتي وبعدين ببلش بقطع يعني مثل هيك طريقة السامبوسة بالكاسة بتكون تعملوهم يعني حسب الشكل اللي بتحبوه بتكون تعملوهم كبار بصيروا بتكون تعملوهم صغار بصيروا بتكون تحشوهم الحشو اللي بتحبوها بصير يعني فأنا هوني رح أحشيها الجبن الدهن الجبن المسلسات اللي متواجدة عندي يعني إذا عندكم أنتوا كيري لسا كيري أطيب يعني بكتير فأي نوع هيك يكون طيب من هاي الجبن الدهن يعني بتحسنوا إنه تحشو قلبها قطعتهم هيكي مت ما شايفين قطعة صغار يعني على حجم العجينة عرفتوا عليه مشان تسعى بقلبها يعني وما تخافوا يعني ما بتفرط بقلب الزيت أبدا المهم إنه وقت بتكون تجوا تقلوهم الزيت لازم يكون حيمي كتير وبس حطيتهم بقلب الزيت وطوا شوي صغيرة تحت الزيت مشان القلب مع برا كله يستوي هلأ هوني أنا جيت بدي أعمل شكل النجمة بصير شكل المسلس أي شكل أنتوا بتحبوه يعني هاي زوء شخصي عرفتوا علي الشكل اللي بتحبوه بتقدروا تعملو هلأ أنا هوني عملت شكل النجمة بس جوزي قال لي هدولي بقجة ما هو منجمة قلت له خلاص كور وسكوت الصور بتعمل بعضين مسلسات كماني يعني ما تتأيّدوا مثلا إنه بالشكل ما تتأيّدوا ما بيأسر هون قنا شايفين عملت هدوليك البقجات وهي المسلسات هلأ فيش عالي صبايا بدي بس أحكي عنها قبل ما أبلش بطبختي اليوم بتمقتكن رح أعمل شاور ما يعني طبخة سهلة وسريعة وطيبة يعني الولاد كلها بحبوها فبالنسبة صبايا للفيديو الماضي لما نزلت المشتريات تباوت العيد كتير كتير بشكركم لكل الصبايا اللي هيك باراكوا للولاد الله يسعدكن يا رب ويجبر بخاطركن والصبايا اللي كتبوا لي إنه تعيشي وتجيبي والله يرزقك وإنتي وأبوهن وهيكي الله يرزقكن يا رب كل حدا بيدعيلي الله يرزق وضعافي يا رب بالنسبة للناس اللي دخلت صارت تعلق إنه ما في عندك زوء باللبس هادموا لبس عيد هادموا يعني هدول اللبس لبس هيك يعني عاضية أنا حكيت يا صبايا بالفيديو الماضي قلت إنه أنا بناتي كل واحدة شكل يعني جسمها شكل واحدة مع باي واحدة ضعيفة كتير كتير بحتار لما بدي أشتري لهم لبس كتير كتير بحتار لأنه ما بلبق لهم عندي أميرة وقت بلبسها اللبس مثلا بكون تنورة وفقها قميس ما بلبق لأبدا يعني هديك السنة يمكن اشتريت لها تنورة وقميس كتير حلو طلق عليها لأنه تنورة هيك هيدلة يعني هالسنة ملقيت هاي الموضة هاي الهيدلة كله هيك تنورات واقفة وقوف أو نفاش أبدا ما بلبق لها يعني بلبسها بتبين كأنه إنه ما استعيرته استعارة وصارة إذا لبستها مثلا شغلة مثلا نزل موتة ما بلبق لها يعني فأنا بشتري لبناتي لتلكم كتير بتعذب بهالشغلة بشتري لهم شغلات تلبق لهم يعني وما بتأييد مثلا في صباية كتبتلي إنه مالهم حركة مالهم سترسات مالهم هيكة صباية هاي الشغلة بزات هاي الشغلة الناس أزواء يعني فيه ناس بتلاقوهم ملابسين ولادهم من فوق لتحت سترسات وألماز وخرز وهيكة أنا ما بحب هاد الشي يعني لا أنا ولا بناتي ما بحبوا الشغل اللي فيها خرز كتير أو سترس كتير ما بحبوا هاد الشي فلازم يعني واحد خاصلنا لمرحلة إنه لازم نحترم آراء بعضنا أزواء بعضنا يعني ما وكل الناس بتلبي مثل بعض ما وكل الناس إنه يعني مثل مرة أنا اشتريت مثلا نهارا ما بعرف بيجا ما أنا هادل يعني أنا بحب الصادة ما بحب اللي معجة فأجد وحدها كتبتلي إنه بتشتري لبسك كله صادة ما فيه حركات وهيك صبايا أنا وقت بشتري مثلا بيجا ما فيه حركات ما بحب أصور لكم يا هليش يعني ما وضروري إنه أصور لكم هاد الشي بس إيه بلوزة صادة النورة صادة فسطان صادة عادي بصوره يعني ما فيه مشكلة فمو كل شي بتشوفوه على الشاشة يعني ومو كل شي بحياتي أنا إنه لازم إنه أصوره يعني بتمنى إنه هيك شوية تحترموا هاي الشغلة وهيك خليلي قلبكم كلها يتكون تلكم الصبايا اللي هيك بارك ولولادي الله يجبر بخاطركم كلها يتكون يا رب هلا هون متما شفتوا الصبايا أول شي يعني من بعد ما هيك يعني أشرت البطاطا شيت على الشاورمة أول شي هيك عطيتها لون لدعة يعني لكل القطع اللي شاورمة بالطواي عطيتها لدعة مضطرفين وبعدين كلهم بعد ما هيك نشفوا نشفت ميتهم حطيتهم بهي الطنجرة الكبيرة مشان أدخنهم بالفحمة ايه وبس هيك يعني كتير سهلة هالشاورمة سهلة وسريعة وطيبة يعني اللي حتى كلها بحبوها هلا هون بقى وصلت للأدان ورايح يأدن يعني ما بقى في يعني ما بقى في وقت عندي عب أعمل الشوربة فهون قطل له لجوزي قطل له أنه أنت يعني لف لفات وقبسا على الكباسة جوزي كتير شاطر باللفات يعني الجبنية والشاورمة وهالقصص هادوري فوالله سلمتوا اللفات وبلشنا هيك على السريع يعني حتى لحقنا بركنا يعني قبل ما يقدم تعريبا ما في دقيقتين ثلاثة يقدم والله هيك يعني على الفاتوش لك غير شكل لا تقولوا لي البقى اللي بتعطيطة يعني شكل للفاتوش إنه بقولكن أنا فاتوش هلا هوني حطيت متمشفته زيتون ليمون مليح وبس هيك يعني فيه نسو بتحط له سماء ده بس رمان لا أنا بحاب هيك عيني عطاقه مع شويت يعني والشربة وخالصين يعني هلأ في شغلة أقلكن عليها أنه وصلنا لمرحلة يعني وصلنا لنهاية شهر رمضان أنه أول يوم أنا كنت يعني أول يوم تاني يوم تقريبا يعني لسادس يوم يعني عباكن متل عادي هلأ عباشت إيه على الأكل وعب أبرك على الأكل عن جد عب أحس سكرت معدتي على الأخير والله العظيم إذا بقلكم أنه مش شاور ما يمكن أكلت يا لقمي يا لقمتين محسن تأكل أكل يعني بس على الصلطة والفتوش بس بس على الفتوش والشربة محسن تأكل ما بعرف ليش يعني وصلت هيك معي أنه سكرت المعدة على الأخير شايفين حمودة إيش قد بحب الشاورمة كتير بحبها أحلى الشي هون يعني جوزي هو عبرف الشاورمة أقل له أقل له أنت لف الشاورمة يطلع فيني يزورني إنه عبا حكي عن جد اللي عبا مزح أنا مرة مدري مين سمعت يعني عبقول شاورمة إنه عبا منه شاورمة بس عبقول عليها شاورمة يعني نخيلت أقول يعني بين الشاوربة وبين الشاورمة هون جوزي يعني صايم وهيك إيخد عليه الصيام وأنا نفس الشي عبا مزح يعني يطلع هيك فيني إنه إيش عب بحكي الشاوربة وين الشاوربة بالموضوع قيم الله هيك يعني سبحان الله هلأ هون كما شايفين بقى خلصت وشغلت مشان هيك ليفت كل شي ما عفتش شايفين كله وصار عبضوي ضوي حتى الأراضي كلها ليفت وشغلت هالبخور عن جد عن جد شغلوا بخور بعد هيك الأكل بتلاقوا يعني مطبخ راحت منه ريحة الزيت وهالأكل وهيك وعملو لكم فنجان أهوة يعني غير شكل هلأ أنا هون ما ساوين قهوة متما قلت لكم عم نطلع هيك أغلب الأيام يعني على الفاتح إنه إحنا عم نروح هي تسلايوي مشان نصلي التراويح فيها فعم نروح على السريع بنلبس بنخلص ثم نطلع على الفاتح ومنبرب الحديقة الفاتح هي هون محل ما هيك العجقة هلأ هون بس اتقصدت قلت له لجوزي لجوزي صور المحل تبع تبع اللباس الشرعي كلكن طلبتو مني جنب هاي إجزاني باللون العحمة جنب الصيدلية هون محل أو القهوة هادي السوق اسمه سوق مالطة بس خدوا هاللقطة فارجوه محل القهوة لأي حدا بالسوق بيقولكن مين يعني المحل هاد تبع اللباس الشرعي ايه وهيك يا صبايا متما شفتو رجعنا هالله هيك يعني طريقنا على البيت أخذنا معنا طحين فرخة أخذت كيلو لأنه أنا بعمل كلين معمول فأنا بعمل يعني بالطحين وبالطحين الفرخة ايه وأخذت متما شايفين كمان معروك قلت هيك أجرب معروك هيك من الفاتح وسوس مع أنه أنا ما بحب السوس بس ما بعرف كتير كان يعني قبل الأفطار كتير كان خيطر لي السوس فولله جبنا هيك يعني القرنينة وطلع طيبة يعني هلأ في أيام كتير ناس بتعملوا هيك تقيل بس هذا شوي أنه هيك يعني يعني حسنت أشربه خفيف شوي وما أشربت تقريبا يعني هي الكاسة كلها شربت منها هيك ربع ملت لكم بلعب بالضغط فكتير بخاف بحبه كتير بس بخاف منه عفكرة يا صبايا في تعليق اشتضحكني يا صبايا قال بس بدي أفهم كل أهل سوريا بقولوا سوس سوس وما عم نعرف إنه من إيش مصنوع السوس وإنه إيش هاد السوس عفكرة يمكن ما يجربوا يعني الغريبين يمكن ما تجربوا ما رح تحسنت تشربوا وما رح تعرفوا يعني إنه هاد السوس يمكن لأنه قلوه ذكريات يعني ما بعرف أنا بحس إنه قلوه ذكريات مرتبطة بذكريات يعني السوس مرتبط بذكريات رمضان وحلب وسوريا وهيك يعني فممكن لهيك نحن منحبه بس إذا دقتو ما رح يعجبكم أنا متأكدة مية بالمية لدي دوقو غريب ما رح يعجبه اي والله هيك يعني متما شايفين هون بقى آخر المساء هون اشترك جوزي بشاهد عم بتفرج على أول حلقة من هاي رامز اي فبراك هيك عم بتفرج عليها ومتما شايفين هون جرب لكم هذا الحلو يعني هو كان بتضيدوه يعني الصراحة والحمد للرب العالمين طلعا كتير طيب والأولاد كتير بحبوه إذا هيك جربتوه كتبولي متما كتبتولي على السنبوسك شقد دعيتولي الله يجبر بخاطركم إن شاء الله صحة وألف هنا لكلمين جربوا وهلا هيك يا صبايا لهون صلت معكم لنهية الفيديو إذا بتحبوني وبتعزوني لا تنسوني من لايك بحبكم كتير كتير أنا بشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد ورؤتين جديد بأمان الله صبايا سلامت